السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزاي كم حبايب يعملين إيه يا رب تكونوا بخير؟ النهار ده فيديو جديد وصفة جديدة هنعمل فيها محشي الكرومب بطريقة سهلة وبسيطة. بس إحنا طبعا سلقين الكرومب ومقطعينه عشان إحنا سلقناه قبل كده مع بعض. وعملنا جنبها الفراخ وعملنا صلاة التحينة لو أول مرة تشوفوا القناة. فضلا وليس أمرا لا يكون شير سبسكراب للقناة فعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلوكم إشعار بوصفاتي الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونسلي على الرسول ونشوف هنعمل المحشي الجميل بتاعنا ده إزاي. أول حاجة بجيب حل على النار وحط فيها طبعا مية تغلي. بنزل بالبوكيت جرنيه بصل جزر طماطم وورق لورة وحبيتين من أوعودين من الأورنفل وكمان حبهان. وهنزل بقى بالفراخ كده ووري بالغطة ما تغطوش عشان ما يغرقش الدنيا لما الفراخ تغلي. وبعد كده بزبط لها الملح بتاعها. سبت كده بقى الفراخ تستوي مع نفسها كيبتي معلقتين أو ثلاث معالق من الزيت عليهم معلقة من اللية طبعا اللي احنا عملينها مع بعض. نزلتي بتلاث بصلات كبار متقطعين مع معلقة كبيرة مفرومة من التوم وعليها معلقة زغيرة من الكزبارة الناشفة أو الجف. أول ما رحت التوم والبصل يطلع كده بنزل بمعلقتين من الصلصة. قلبي كويس الصلصة كده مع البصل والتوم. بيكون عندي طماطم ضربها في الخلاط ما تصفهاش طبعا عشان ديلي المحشي فبتديله سمك كده كويس. نزلت كده بعصير الطماطم وهحط بقى التوابل بتاعتي معلقة من السكر والفلفل الاسود والكمون والسبع بوهرات ما عندكش السبع بوهرات ما فهاش اي مشكلة ما تقطريش توابل للمحشي علشان تحس بتعم المحشي. وطبعا حطينا الملح بتاعنا هنسيبها بقى كده لما نشوف قوامها كده القوام ده اللي انا عايزاية بتاع الصلصة علشان تبقى الخلطة بتاعتي حلوة متماسكة. عندي الرز بغسلها وصيبته لما يتصفى خالص نزلت بيه وهحط توابل تاني اللي هو الملح فلفل اسود وكمون زي ما حضراتكم شايفين على الرز غير التوابل اللي احنا حطناها الاول يعني احنا بتقررنا الفلفل الاسود والكمون مرتين حطيت كده حوالي معلقتين من الزيت ونزلت بقى بالخضر اللي انا غسلها اللي هي شبت وبقدونس وكزبر اللي بقى الخليط كده مع بعضه كويس قوي وبعد كده جبنا الحلة حطينا فيها البصل حلقات والطماطم حلقات. عندي الكروم طبعا انا سلقه ومقطعه. مرضيش طبعا اسلقه في الفيديو علشان ما يتطولش معنا الفيديو. ودي الخلطة بتاعتنا اوه. بجيب ورقة بقى من الكروم ولفه والرصة اللي في الحلة زي ما انت عايزة. طبعا احنا عملنا محش الكروم بقبل كده كزا مرة في القناة بس عملناه في الصينية البايركس ودخلناها الفرد. النهاردة هنعملها على البوتجاز. يعني كنوع من التغيير. طبعا النوعين في منتهى الجمال. ادي المحشة هو بنلف وبنرسه في الحلة طبعا انا هكمل الباقي. وطبعا الفراخ بتاعتنا استويت. هنشوف هنعمل معها ايه? بجيب كده معلقتين من الصلصة معلقة من الزيت. ومعلقة كبيرة من الزعتر الناشف المجفف. وهدهن كده الفراخ زي ما حضراتكم شايفين واحطها تحت الشواية والتبعية تحت الشواية عشان ما تتحرقش منك. كل شوية تلف الصينية لحد ما تاخد اللون اللي انتش عايزين. كده بعد ما خلصنا المحشي ورصيناه في الحلة الجميلة كان عندي فلفل اغضر. هما اتنين بس رح تحشيتهم طبعا. الشربة لازم تكون بتغلي. زبط الملح بتاعك بتاع الشربة. وهتبتدي بقى تسئل المحشي زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة لما تيجي ترسي صوابع المحشي. لازم تسيبي فراغات بين الصبع والصبع. عشان زي ما انتم ملاحظين كده. وانا بحط الشربة هتشوفوها كده. بصوا بتنزل في الحلة من تحت. مش بيطعم على الوش عشان انت مزنها قوي. اه صوابع المحشي. فلازم تسيبي فراغات بينهم. عشان الشربة تنزل وفي نفس الوقت كمان المحشي يطلع مستوي ما تبقاش حبة مستوية وحبة نية. فلازم سيبي الفراغات. الشربة ما تغطيش اخر طبقة من فوق. تبقى تحتيها على طول. هزي بقى كده الحلة كويس قوي كده حراقيها بحيس ان ايه يعني تدخل في جميع آآ صوابع المحشي. احطها على النار اول ما تبتدي تغلي حوطي عليها واسبها لما تستوي. كده المحشي بتاعنا استوى ما شاء الله لقوة الا بالله. يلا بينا نشوفها نغريفه ازاي. هنا غرفنا المحشي بتاعنا اللهم مبارك طعم وريحة ولون كان في منتهى الجمال. وانسيت اقول لكم كمان انا بحط في التسبيكة آآ شوية نعناع اخضر المجفف. ولو عندك برضو بيبقى ريحته رائع. ودي الفراغ بتاعتنا بعد ما طلعنانا من تحت الشواية وعملنا شوية سلطة التحينة كده في منتهى الجمال. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك. اللايكات بتبقى نقصة جدا يا جماعة والله. والمشاهدات بتبقى اكتر من اللايكات كتير. رغم ان انا اي فيديو بشوفه لأي حد لازم احط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.